جولة جديدة من المفاوضات بشأن غزة يرتقب أن تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة من المتوقع أن تكون جلسات التفاوض حاسمة للتوصل للاتفاق قبل حلول شهر رمضان الجهات المعنية بملف الوساطة تسعى إلى أن تتوصل إسرائيل وحماس لاتفاق بالشأن الهدنة والتبادل المحتجزين والأسرى مصادر مصرية أفادت بأن كل الأطراف ستشارك في محادثات القاهرة والتي تنسقها مصر وقطر والولايات المتحدة وتحدثت هذه المصادر عن تقدم ملحوظ في المفاوضات وإن أوضحت أن استكمال الاتفاق يتطلب توافقا على انسحاب إسرائيل من شمالي غزة وعودة النازحين لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترهن إرسال الوفد المفاوض بتسلم ردود حماس على الصفقة وتقديم لائحة بأسماء المحتجزين الأحياء كانت حماس تشدد على المطالبة بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بدءا من شمال غزة مع عودة النازحين وتنوي حماس تسلم ردها على مقترحات مفاوضات باريس للجانب المصري بحسب قيادي في الحركة بينما قال مسؤول الأمريكي إن الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى اتفاق تهدئة موضحا أن الخطوط العريضة للاتفاق باتت جاهزة وتعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح فئة محددة من المحتجزين لديها وتحديدا من النساء والأطفال وتحدث هذا المسؤول عن قبول إسرائيل إلى حد كبير للخطوط العريضة للاتفاق المتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة